اصدر وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف قرارا يقضي بحظر صيد او بيع او تداول صغار الاسماك والقشريات ويكون للمفتشين التابعين لادارة الرقابة البحرية والمخولين صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الحق في ضبط الاعمال التي تقع بالمخالفة لاحكام القرار ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والمصائد والاماكن التي تعرض او تباع فيها الاسماك والاحياء المائية الاخرى كما يجوز لهم تحفظ على الاشياء المتحصلة من تلك المخالفات فيما يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر